ايف بي كتبت المرشح الاشتراكي الفرنسي يحاول اعطاء زخم جديد لحملته الانتخابية مع تراجعه إلى المرتبة الرابعة بين المرشحين لرئاسة الجمهورية الفرنسية حاول مرشح الحزب الاشتراكي بنواء أمون الأحد اعطاء زخم جديد لحملته الانتخابية ليستفيد من مشاركة نحو 20 ألف شخص في تجمع الانتخابي تأييدا له وقال أمون وسط هتفات مؤيده في باريس قبل شهر من موعد دورة الأولى للانتخابات الرئاسية قال إن كل شيء يبدأ اليوم كل شيء يبدأ معكم كل شيء يبدأ عبركم يعني هذه طبعا كلماته وجاءت كلمات حمسية فجأ الجميع بفوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الاشتراكي لكنه هاجم خصومه بتعبير شديدة لهجة لإعطاء دفعة جديدة لحملته الأمر الربما لافت أيضا أنه تلقى صفعة أو ما سمي بصفعة سياسية صباح الأحد عندما هاجمه رئيس الوزراء الاشتراكي السابق منيال فالس في مقالة صحفية قائلا فيها إنه يقدم الوعودة ويقدم عكسها كذلك ورد أمون على منافسه بالانتخابات التمهيدية فالس منددا بما اعتبره تراجعا عن كلمة أعطيت وازدراءا من قبله بالتعبير ديمقراطي ولم يشارك في تجمع الدعم لأمون إلا عدد قليل من أعضاء الحكومة الاشتراكية الحالية أو السابقة حيث قرر عدد منهم تقديم الدعم للوزير الاشتراكي السابق إيمانويل مكغا الذي يقدم نفسه على أنه لا يمين ولا يسار وجاء في استطلاع نشرت نتائجه أمس إن أمون يتعثر جدا وباتت نسب مؤيده 12% فقط وهي توازي نسبة مؤيد مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشان أما مرشح اليمين فرانسوا فيان فجاء في المرتبة الثالثة مع 17% أي أقل بتسع في المائة من المرشحين الأولين ماريا ماريا لوبا مرشحة اليمين المتطرف وإيمانويل مكران الذين تشير استطلاعات الرأي إلى أن كل منهما يحظى بنسبة 26% تقريبا من نوايا التصويت تقريبا من نوايا التصويت